بسم الله الرحمن الرحيم يسرُّ الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تُقدِّم لكم أن الحمد لله نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه ونستهديه ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا ومن سيِّئات أعمالنا من يهدِه الله فلا مُضلَّ له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهدى إلى يوم الدين ثم أما بعد فدرسنا في هذه الليلة في تفسير هذه الآيات الكريمات من سورة صاد من الآية الواحدة والأربعين فما بعدها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصبٍ وعذاب أركض برجلك هذا مغتسلٌ باردٌ وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمةً منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغطًا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب فهذه الآيات الكريمات تذكر قصة نبي كريم من أنبياء الله الكرام وتأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتذكر هذه القصة واذكر عبدنا أيوب وهي أمرٌ للرسول صلى الله عليه وسلم ولنا فإن الله تبارك وتعالى ذكر في كثيرٍ من سور القرآن قصص الأنبياء والمرسلين لفوائد عظيمة من أعظمها تثبيت قلب الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلم أنه على طريقة المرسلين السابقين وإنه سوف يلاقي ما يلاقونه فهذا القصص فيه تسلية وتثبيتٌ لقلب الرسول صلى الله عليه وسلم وهي حظٌ على الاقتداء بهم ليقتدي بهديهم في الدعوة والعبادة والصبر وهي أيضاً عبرةٌ لنا لنتذكر أنه إذا كان هذا حال الأنبياء والمرسلين فهذا هو الطريق الصحيح الذي يجب أن يسلكه أتباع الأنبياء والمرسلين ولهذا يكثر الله عز وجل من ذكر هذا القصص في مواضع كثيرة من القرآن فهو بعد أن ذكر قصة داود وسليمان ذكر قصة هذا النبي الكريم أيوب وأيوب عليه السلام نبيٌ كريم بعثه الله في أهل حوران وأعطاه الله عز وجل من الملك أعطاه الله من المال والأولاد والخيرات الشيء العظيم أنعم الله عليه بنعم عظيمة ثم أراد الله عز وجل أن يبتلي هذا النبي فسلب عنه هذه النعم سلب عنه نعمة الأولاد ثم سلب عنه نعمة الصحة فابتلاه الله عز وجل بمرض عظيم حتى أن لحمه كان يسقط من على عظامه ولم يبق فيه مغرز إبرة إلا وأصابه المرض ما عدا قلبه فإن الله أعطاه قلب سليم متذكر لنعم الله تبارك وتعالى ولهذا قذره الناس وابتعد الناس عنه خاشية من العدوى فصار وحيدا لا يعطف عليه إلا زوجة مؤمنة تعرف أن هذا نبي وأنه طريقها إلى الجنة ولهذا بقيت معه تخدمه وتعطيه وتنظفه وتعطيها الطعام والشراب ولفقد المال فإنها تشتغل عند الناس ثم تأتي بشيء له من الطعام والشراب واستمر هذا البلاء طويلا ونبي الله أيوب صابر حتى إنه يضرب مثل في الصبر حتى أنه يوم من الأيام دخلت عليه زوجته بطعام أكثر مما تأتي به فقال من أين لك هذا وهي في حقيقة الحال وهي في حقيقة الحال لما لم تجد طعاما فإنها باعت ضفير من ضفائرها لبعض المترفين بعض نساء المترفين التي يريدنا وصل شعورهن فإن التي شعرها ليس طويل كنا يأخذنا شعر غيرهن ليصلنا هذا الشعر فتظهر أمام الناس بأنها ذات شعر طويل وهذا هو الذي حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم ولعن الواصلة يعني التي تجعل لشعرها توصيلة لما فيه من الخداع والتدليس على الناس خاصة إذا ظهرت بهذا أمام من يخطبها وهي في الحقيقة ليس لها شعر فباعت هذه الظفيرة فأنكر أيوب كثرة الطعام فقال من أين لك هذا فأخفت عليه الأمر ثم بعد أن انتهى الطعام باعت الظفيرة الباقية وجاءت بطعام وعند ذلك غضب نبي الله عز وجل من هذا الأمر الذي تخفيه عليه وأقسم لأن طاب من مرضه ليضربنها بمئة جلدة وقيل إنه غضب عليها في أمر آخر فأقسم أنه يضربها مئة جلدة لكنها كشفت له الأمر وبينت أنها قد باعت شعرها فلما رأى حاله وحالها توجه إلى الرب الرحمن الرحيم ودعى له بهذا الدعاء الخاشع إذ نادى ربه يعني رفع صوته بالدعاء بينه وبين ربه واشتكى إليه ما أصابه وقال إني مسني الشيطان بنصف وعذاب وهذا المرض هو من الله عز وجل لكن له سبب فإنه قد سلط الشيطان عليه فإنه قد سلط الشيطان عليه ولهذا تأدباً في الخطاب نسب هذا المرض إلى السبب الظاهر وهذا لا إشكال فيه ولهذا ما كان من خير ونعمة ورحمة فهي تنسب إلى الله مباشرة وما كان من مرض ونحو ذلك فينسب إلى سببه الظاهر أو يؤتى بصيغة المجهول كما قال الذين أسلموا من الجن وإن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا ننظروا كيف اختلفت الصيغة ما يتعلق بالشر قالوا أريد ولم يسمون الفاعل فاعل الإرادة ولكن الخير والرشد سموا الله به عز وجل ولهذا دائماً الإنسان ينسب إلى الله عز وجل مثل هذه الرحمة والخير والنعمة فتقول يا رازق الخلق يا خالق الخلق يا مصلح أحوال عبادك فتثني عليه بهذا الثناء ولا تقول في دعائك يا ممرض الخلق ونحو ذلك مع أنه هو الذي أمرضهم لكن هذا بسبب من الخلق وهذا كما جاء في الدعاء والشر ليس إليك الخير بيديك والشر ليس إليك والمراد الشر ليس إليه نسبة وإلا فهو خالق الخير والشر فكله بقدر الله عز وجل فهذا من أدب الخطاب ونحن لا نعرف كيف تسليط الشيطان حتى مس يؤيوب بهذا المرض لكنه مرض يستقدره الناس لعله مرض الجدري أو نحو ذلك لأن الناس تحاشوه وذهب عنه أولاده ولم يبق معه إلا زوجته فدعا هذا الدعاء الخاشع فلما أراد الله عز وجل أن يستجيب لهذا العبد الصابر أمره أن يركض برجله في الأرض فخرج مغتسل بارد من الأرض وذكر أنه بارد لأن العادة الماء إذا خرج من الأرض يكون فيه حرارة لكن الله سبحانه وتعالى أخرج له ماء باء باردا فيه عافيته وشفاؤه وهنا وقفة على قوله أركض برجلك فإننا لما نرى مثل هذه المعجزات العظيمة نرى أنها جاءت بسبب والله عز وجل قادر على أن يخلقها بغير سبب فرأينا في نبع زمزم أن الله سبحانه وتعالى أمر جبريل أن يبحث بجناحه همز الأرض بجناحه حتى نبع الزمزم وقدرة الله عز وجل لا يعجزها أن ينبع الماء هكذا من غير أن يكون لجبريل فيها حركة ورأينا موسى عليه السلام لما طلب قومه السقيا ضرب الحجر فانفجرت منه اثنتاء عشرة عين وكان الله سبحانه وتعالى قادر على أن تنفجر الصخرة بهذه العيون بدون أن يضربها بالحجر بدون أن يضربها بالحجر وكان بإمكان الله عز وجل أن يخرج هذا الماء البارد الذي يغتسل فيه أيوب بدون أن يركض برجله ومثل هذا حصل لنبينا صلى الله عليه وسلم لما اشتكى له الجيش الذي هو فيه يزدون على ألف وقالوا ليس عندنا ماء ماء في ماء لا للشرب ولا للطعام ولا لسقي الإبل ولا للخيول فقال التمسوا لي ماء ولو قليل فجاءوا بماء قليل ثم قال علي بالركية والركية هي حوض كبير يصنع من جلود الإبل بحيث يكون حوض واسع يغترف الناس منه ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم من هذا الماء ومجه في هذه الركية ووضع يده فيه ثم دع الله عز وجل فتفجر الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم كالأنهار حتى امتلت الركية وصار الناس يغرفون ويملؤون القرب ويسقون الإبل ويأخذون لطعامهم حتى انتهوا من حاجتهم للماء وكان بإمكان الله عز وجل أن ينبع لهم ماء من غير هذه الطريقة لكن هذا تأكيد على السبب تأكيد على أنه لا بد من بدل سبب وهذه الأسباب لا تستقل بالمطلوب فإنها بإرادة الله عز وجل فإن أراد الله أن يبارك في السبب بارك فيه وإن أراد أن يبطله أبطله إن أراد أن يبارك في السبب بارك فيه وإن أراد أن يبطله أبطله كما رأينا كيف أبطل إحراق النار التي رمي فيها إبراهيم عليه السلام فلم تحرقه النار وهذا يجعلنا أن المسلم لا يترك فعل الأسباب بل يفعل الأسباب لكن قلبه يتعلق بمسبب الأسباب أما الأسباب فلا بد أن تفعلها ولهذا لا تجلس في بيتك وتنتظر السماء تمطر عليك ذهبا أو فضة أو تجلس في بيتك وتريد أن يهزم الله الكفار في عقر دارهم من غير جهاد منك ومن غير بذل سبب فإن هذا يخالف السنن الكوني لله عز وجل فلا بد من بذل السبب ويتعلق قلبك بمسبب الأسباب وعند ذلك فالله عز وجل إما أن يأتي بهذه الأسباب يبارك في هذه الأسباب أو لا يفعل ذلك لحكم يعلمها الله عز وجل ومثل هذا الدعاء فلا بد من الدعاء لأنه من أقوى الأسباب لا بد أن ترجع إلى الله وأن تلتجي إلى الله وقد يجيب لك وقد لا يجيب لك وقد يبارك لك في الدعاء وقد لا يبارك لك فيه وإنما عليك أن تجتهد في الدعاء ولهذا ذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال والله لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء يعني هل أنا بس أستطيع أن أقوم بالدعاء على الوجه الصحيح وأما هم الإجابة فهو مرتبط بحكمة الله عز وجل مرتبط بحكمة الله عز وجل ولهذا إن أراد الله عز وجل أن يحصل من الدعاء ما دع المؤمن حصل وإن لم يرد ذلك فإنه لا يحصل لكن أنت عليك بذل السبب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراف وذكر في قصة هذا النبي أن زوجته أخذت بيده ليقضي حاجته ثم راجعت ثم رجعك تريد أن تأتي به وقد جاءه الوحي أن أركض برجلك فركض فاغتسل فرجع كما كان صحة وجمالا كأنه في حال صحته وشبابه وجماله فجاءت المرأة فقابلها فلما قابلها استغربت وقالت يا أيها الرجل أما رأيت نبي الله المبتلى تظنه رجل آخر تقول له أما رأيت نبي الله المبتلى يعني الذي ابتلاه الله عز وجل فوالله إنه يشبهك قالت إنه يشبهك كأنك أنته فقال أنا أيوب وأنزل الله عز وجل عليه كفارة لقسمه أن يأخذ عرجون من عراجين النخل رحمة بهذه المرأة المؤمنة وبرا بقسم النبي ويمينه وأن يأخذ عرجون من عراجين النخل هذا النخل فيه العرجون هذا يكون فيه شماليخ هذا الشماليخ لا تضر إذا ضرب بها الشخص لما يكون العرجون فيه مية شمراخ ثم تضرب به فهو لا يضر لكنه أدى بر يمينه بإذن الله عز وجل فصار هذا برا بيمينه وللعلماء كلام في موضوع يعني لو كان إنسان ضعيف جدا لا يتحمل الضرب ولا يتحمل الجلد هل ممكن أن يلجأ إلى هذا وقال بعض العلماء إن كفارة اليمين ما كانت في شرع من قبلنا ولهذا لا بد أن يفعل ولو كان عنده كفارة يمين ما احتاج إلى هذا الضرب بالعرجون لأننا نحن الآن من كان من حلف يمينا ورأى الخير في غيرها فإنه يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير فلما رد الله عليه الصحة رد عليه مالا عظيما حتى إنه كان يقولون كان في حال صحته له بيدران بيدر يضع القمح فيه وبيدر يضع الشعير فيه والبيدر هو الذي يسمى الجليل مكان واسع تضع فيه القمح لتصفي حبوبه وتضع في مكان آخر الشعير فلما رجع إلى هذين البيدرين فإذا أحدهما ممتلي ذهب والآخر ممتلي فضة يعني بدل هذه الحبوب امتلى هذا ذهبا وامتلى هذا فضة وأعطاه الله أهله يعني أولاده وقبيلته فبعض العلماء قال إنهم ماتوا ثم أحياهم الله عز وجل له ورزقهم من زوجته بمثلهم آخرين وبعضهم قال إن الله أرجعهم عليه فمعنى وهبهم يعني أرجعهم إليه فرجع أهله الذين نفروا منه بسبب مرضه رجعوا إليه لما رجعت له النعمة ورزقه الله من هذه المرأة المؤمنة الصالحة بمثل هؤلاء في الكثرة والعدد وهذه القصة التي أمرنا الله عز وجل بأمره لرسولنا أن يتذكرها فيها عبر عظيمة ودلالات كبيرة جدا من أعظم هذه العبر أن الإبتلاء لا يدل على غضب الله على المبتلى فقد يبتلي الله عز وجل بعض المحبوبين إليه وقد يبتلي بعض الذين يبغضهم فإن سنة الإبتلاء لها حكم وغايات ليست مرتبطة بالغضب على الشخص ولا بالمحبة له وهذا أمر واضح من سير الأنبياء يعني لو نظرتم إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم فترون أنه قد حصر في شعب أبي طالب ثلاث سنوات لا يتيهم الطعام حتى أكلوا ورق الشجر وترون أنه قد آذاه قومه حتى وصل بهم إلى أن وضعوا سل الجزور على ظهره صلى الله عليه وسلم وترون أنهم قد خنقوه حتى كادوا أن يقتلوه وترون أنه لما ذهب إلى أهل الطائف يدعوهم ضربه الصبيان وسفهاؤهم حتى أدموا عقبيه وترون أنه حصر له من الشدائد سواء كان في مكة أو بعد هجرته للمدينة حتى بعد أن هاجر للمدينة فأي شدة تعرض لها الرسول صلى الله عليه وسلم وهو تكسر ثنيته في المعركة ويقتل خيار أصحابه أمامه بل يقتل حمزة ابن عبد المطلب يقتل ويمثل به وتبقر بطنه وتخرج الكبت ولا شك أن هذا من البلاء العظيم وابتلاهم الله بالأحزاب بل الذين أحاطوا بهم من كل جانب في حال جوع وبرد ومسغبة شديدة حتى أن الله ذكر وزلزلوا يعني صابهم زلزال شديد في هذه الحال فإن هذه الشدائد لا ترتبط بغضب الله على شخص ولا بمحبة الله على شخص فهي نوع من البلاء لأن الله سبحانه وتعالى له على العبد عبودية هذه العبودية عبودية في حالة السراء وفي حالة الضراء فبعض من الناس يصبر على السراء ويكون عبدا لله في حال السراء لكنه لا يكون تكون العبودية كاملة في حالة الضراء وبعض من الناس تطغيها النعم والبلا يرده إلى الله عز وجل فالناس يختلفون وبعضهم عبد لله في حال السراء والضراء فتخرج عبودية الصحيحة هنا وهنا ولهذا أثنى الله عز وجل على أيوب بأنه وجده صابرا يعني خرجت عبودية الضراء بهذا الصبر العظيم الذي لا مثيل له حتى قيل إنه هذا البلاء بقي على أيوب ثمانية عشر عاما ثمانية عشر عاما وهو في هذه الحالة فعند ذلك يكون المؤمن يحمد الله على أي حال تصيبه ويرجع إلى الله عز وجل ويسترجع لأنه سوف يرجع إلى الله عز وجل ويؤوب إلى الله تبارك وتعالى ونذكر لكم قصة واحدة من امرأة صالحة قد ابتليت في دينها وهي قد أسلم زوجها مع الذين أسلموا في مكة من بداية الأمر ثم أسلمت هذه المرأة وأنجبت من زوجها طفلا رضيعا فزوجها لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا سوف أهاجر فتركها في مكة وهاجر إلى المدينة فبعد أن هاجر أرادت هي الهجرة فاستاجرت بعيد وخرجت ومعها طفلها فاعترضها قومها وقالوا والله لا نتركت هاجرين فأرجعوها فلما أرجعوها جاء أقرباء زوجها وقالوا هذا الولد ولدنا لا نتركه فسحبوا منها الولد فكان زوجها في أرض وابنها في أرض وهي في مكان آخر أي بلاء أعظم من هذا امرأة ضعيفة هي في مكان وطفلها الرضيع في مكان وزوجها في مكان فصبرت على هذا البلاء مدة عام كامل حتى رقى عليها بعض الناس ثم أعطوها طفلها وتركوها تهاجر فهاجرت إلى الرسول صلى الله عليه المدينة فلما جاءت واجتمل شملها مع زوجها في المدينة وكان هذا الرجل ترى أنه من أفضل الرجال يعني ما ترى أفضل منه إلا أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم فابتليت فمات جوجها لكن انظروا يعني قوة الصبر وقوة الحرص على تطبيق السنة تقول وكنت قد سمعت من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال من أصابته مصيبة فقال إن لله وإن إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها إلا آجره الله عز وجل وأخلف له خيرا منها فلما حلت بها المصيبة قالت هذا الدعاء الذي سمعته من الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها تقول في قلت قلت في نفسي فتحدث لما قالت واخلفني خيرا منها يعني جوج ياتي خيرا تقول قلت في نفسي ومن أحسن من أبي سلمة يعني مستبعدة أصلا أن ياتي جوج أفضل من أبي سلمة لكنها قالت هذا الدعاء وامتثلت السنة فما درت بعد أن انتهت العدة إلا والرسول صلى الله عليه وسلم يرسل لها يخطبها لتكون زوجة للرسول صلى الله عليه وسلم انظروا سبحان الله العظيم بركة تطبيق السنة ونعمة الله على العبد يعني تنتقل من إنسان عادي إلى أم للمؤمنين ومع هذا كانت في غاية من الصدق والصراحة والوضوح فلما خطبها الرسول صلى الله عليه وسلم فتقول له يا رسول يعني استغربت يعني أنا لست شابة تقول قد أصابني السن قال وأنا مثلك يعني أنا كبير في السن قالت وعندي أولاد قال أولادك أولادي وهي ليس الهدف أن ترد الرسول صلى الله عليه وسلم لكن تريد أن يكون الأمر واضح أمام الرسول صلى الله عليه وسلم قالت وفي غيرة شديدة يعني تخشى أن تدركها الغيرة فتغضب الرسول صلى الله عليه وسلم قال أدعو الله أن يذهب ما عندك من الغيرة فعند ذلك وافقت وتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت من أمهات المؤمنين فالشاهد أن هذا البلاء الذي يأتي للصالحين يعني أكثر ما يأتي للصالحين ولهذا كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم يبتلى الأنبياء ثم الصالحون الأمثل فالأمثل كل يبتلى على قدر إيمانه كل يبتلى على قدر إيمانه فإن كان إيمانه قوي زيد في بلائه وإن كان إيمانه أقل من ذلك يعني خفف له في البلاء لكن هذا البلاء لا يذهب سداء فإنه لا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة يعني هذا لما تستشعر أن هذا البلاء ما هو مجاني إذا صبرت واحتسبت ما هو مجاني قد يصفيك هذا البلاء وعذاب الدنيا أهم من عذاب الآخرة عذاب الدنيا إذا نالك فهو أهدم أهوى من عذاب الآخرة فإن كان عليك أخطاء فقد يصفيك من هذه الأخطاء في الدنيا ولأن الصحابة كانوا يدركون أن عذاب الدنيا أهوى من عذاب الآخرة انظروا لما وقع بعضهم في حد من الحدود يأتي للرسول عليه وسلم ويقول يا رسول الله طهرني طهرني في الدنيا قبل الآخرة يطلب منه أن يطهره وأن يقيم عليه الحد لأن قامت الحد كفارة لمن أقيم عليه طهرني لأنه يريد أن لا يخرج من هذه الدنيا إلا وقد طهره الله عز وجل من هذا الذنب فهذا مما يسلي من ابتلي أن هذا يعني ابتلي فيه الأنبياء والصالحون وقد يبتل الشخص وهو ليس من الأنبياء ولا الصالحين فحكمة البلاء أمرها إلى الله سبحانه وتعالى فقد يكون الشخص يضجر ويتضرر من البلاء فيعاقبه الله على هذا الضجر فهذا عبد في الصحة وليس عبد في حال الضراء وممكن أن نمثل له بمثال واحد وهو أن أحد المجاهدين انظروا مجاهد أمام الرسول صلى الله عليه وسلم مجاهد وأمام الرسول صلى الله عليه وسلم وكان فيه من الشجاعة الشيء الهائل فإنه لا يمر على على رجل إلا هده من الكفار إلا هده بالسيف يهده يقول أحد الصحابة فأتيت عند الرسول وأثنيت على هذا البطل الشجاع بما رأيت بعيني فقلت يا رسول الله ما رأيت مثل فلان لا يقف أمام أحد من المشركين إلا هده بسيفه فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هو في النار قال هو في النار يقول فحضرني ما حضرني تعرف الإنسان لما يتيش خبر بهذا يعني مجاهد وأمام الرسول وينافف عند الرسول وفي النار يقول حضرني ما حضرني لا تكذيبا للرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يعلم أن الرسول لا يتكلم ولا بوحي لكنه خاف إذا كان هذا في النار من لي يسلم من النار خاصة وهو يعرف فضل الشهداء وفضل الشهادة إلى غير ذلك يقول فصرت أتابع هذا الرجل الذي يرى أفعاله لا مثيل لها والرسول صلى الله عليه وسلم يقول هو في النار يقول فبعد ما استمر في الجهاد فترة أصابته جراحة عظيمة هنا حصل الابتلاء أصابته جراحة عظيمة ولم يستطع الصبر عليها يعني هنا في الابتلاء فوضع ذباب السيف في صدره فاتكأ عليه حتى خرج من ظالم استعجل الموت وأنتم تعلمون أن من استعجل الموت أو انتحر فإنه في النار كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فإن من انتحر بشيء من انتحر بشيء فإنه يعذب به ولهذا الذين يبادرون للانتحار حتى ولو كان في الجهاد لا تنتحر لا تنتحر وإنما تبلي بلاء في الجهاد ولم يحصل أن أحد من الصحابة قتل نفسه وإنما يغامر في القتال يجتهد في القتال فإذا قتله الناس فهم المسألون عن قتله هو ما قتل نفسه هو ما قتل نفسه ما قتل نفسه وإنما قتله غيره وحتى الغلام الذي جاءت قصته الذي قال أنكم لا تستطيعون قتلي حتى تفعلوا كذا وكذا طبعاً طبعاً هذه القصة هي من أخبار من قبلنا يعني ليس من أحكام شريعتنا والقاعدة أن شريعتنا ناسخة لما قبلها من الشرائع المسألة التي في حكم بشريعتنا فهو المعتمد عندنا لكن الله أثنى على أصحاب الأخدود ومنهم هذا الرجل فهل كونه دل على قتل نفسه إنك لا تستطيع قتلي حتى تأخذ سهم من كنانته وهذا فيه أيضاً أمر آخر وهو هذا الغلام لا يعلم الغيب فمن أدراه أنه إذا أخذ سهم من كنانته وقتله أنه يموت به لأنهم كانوا عجزوا عن قتله فإنهم أرسلوا به في سفينة في البحر فانقلبت السفينة ونجى فأرسل به أشخاص إلى قمة جبل فارتجف الجبل فسقطوا هم وسلمهم فهم عجزوا عن قتله قالوا كيف أنت نقتله فقال لهذا الظالم أتريد قتلي قال نعم قال تجمع الناس جميعاً في صعيد واحد طي قال وتأخذ سهماً من كنانتي يعني من سهامي أنا وتأتي بي على أمام الناس وتقول باسم ربي هذا الغلام والحاكم الظالم كان ينكر ينكر العبودية لله سبحانه وتعالى فما يراه رباً وقيل أنه من الفراعنة ما يراه رباً وهذا الفعل فعله من أجل قتل الغلام وما توقع أن الناس سوف يؤمنون برب هذا الغلام ولهذا لما أخذ سهماً من كنانتي قال باسمي الآن الناس جميعاً علموا القصة أن هذا الغلام يدعو إلى عبادة الله عز وجل وأن هذا الغلام وأن هذا الحاكم الظالم لا يرى أن يعبد الله هو وأن هذا الغلام عجز عن قتله في البحر وفي البر كل هذه القصص والناس ينظرون ثم تبين للناس أنه يعجز عن قتله إلا أن يأخذ سهم من كنانته ويرميه به ويقول باسم رب هذا الغلام فلما قال ذلك جاء السهم في صدغه فوضع يده عليه فمات فقال الحاضرون آمنا برب هذا الغلام ولم يبقى إلا الحاكم وأعوانه وأعوان الظلمة تمنع منهم الهداية أحيانا لأنه لو أسلم الناس جميعا كان بقى الحاكم لوحدهم من يجيب له الحطب ومن يشعر النار ومن يحفر الأخدود فدل على أنه بقي أعوان له على ضلاله منعوا من الهداية بسبب معاونتهم للظلمة لكن أكثر الناس هدأه الله عز وجل وقالوا آمنا برب هذا الغلام لكن الناظر في القصة من أين جاء الغلام بهذا القول أنك إذا أخذت سهما من كنانتي سوف يقتلني لأنه قد ينجي الله من هذا السهم فبعد ذلك لا يقاس على هذه الحالة فإن هذه الحالة إما وحي أو شيء ألهمه الله به على لسانه لا يستطيع رده أو شيء ألهمه الله به لا يستطيع رده لأن الله عز وجل إذا أراد شيئا وأوقعه في قلب عبد فهو لا يستطيع رده لا يقاس عليها لا يأتي إنسان ويقول أنا أقتل نفسي قياسا على قصة وإن كان بعض العلماء قالوا إذا كان فيه نشر للحق وإذا كان وإذا كان لكن لا يقاس على هذه القصة من وجهين لا يقاس عليها من وجهين الوجه الأول إنه من شرع من قبلنا الأمر الثاني أنه ما مارس قتل نفسه وإن ما دلهم على كيفية قتل نفسه فالذي يرى أن الدلالة على قتل نفسه كالممارسة ممكن أن يقيس عليهم لكن هذا القياس مع نص الرسول صلى الله عليه وسلم والنهي عن الانتحار ولهذا أكثر أهل العلم لا يرون الانتحار البتة يرون أن تغامر في الجهاد أن تقاتل فيئة كثيرة ولو غلب على ظنك أنك مقتول ولو غلب على ظنك أنك مقتول فإنك لك أن تجالد الكفار حتى يقتلوك لكن أن تفعل ذلك فهذا ليس لك البتة لكن الشاهد أن هذا الابتلاءات التي تحدث لعباد الله الصالحين فإنها لا تدل على غضب الله عز وجل وإنما لرفع درجاتهم وتكفير السيئات وبعض من الناس يكون الابتلاء عقوبة على أمر وقع منه فيتذكر ويتوب إذا وقعت عليه مصيبة تذكر وأناب إلى الله عز وجل ورجع ولهذا قال الله عز وجل واذكر عبدنا أيوبا إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله يعني إما أنه أحياهم له وإما أنهم رجعوا إليه فلما جاءوا من بعيد ما كانوا عنده فكأنهم هبة كأنهم هبة جديدا ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا رحمة منا إما أن تكون هذه الرحمة متعلقة بصفات الله عز وجل فإن من صفاته الرحمن الرحيم وإما أن تكون متعلقة بهذه النعم ولهذا أن كانت الرحمة المراد بها هذا المال والخير الذي أتاه ونحو ذلك هو هذه الرحمة ولهذا تجدون بعض المفسرين يقول نعمة وهذا ليس تأويل لصفة الرحمة من قال من المفسرين نعمة رحمة منا يعني نعمة منا فهو يريد الرحمة المخلوقة وهذه الرحمة المخلوقة مثل الجنة فإن الجنة يقال الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء والجنة مخلوقة فسماها رحمة لكن هذا لا يعني أننا نقول عن صفة الله عز وجل وهي الرحمة أنها مخلوقة فإن صفات الله غير مخلوقة الله عز وجل بصفاته لا يقال إن شيء منه مخلوق ولهذا تعرفون لما انحرف المعتزل ومن على شاكلتهم وقالوا عن كلام الله عز وجل أنه مخلوق فكان رد العلماء عليهم إن كلام الله من صفات الله وصفات الله لا يكون منها شيء مخلوق رحمة منا وذكرى لأولي الألباب يعني هذه القصة وما فيها من الحكم تذكير لأصحاب العقول وأصحاب العقول يعني هل يتذكر بها كل عاقل والذي لا يتذكر بها يعتبر مجنون ما لو لب لا لأن العقول تنقسم إلى قسمين قسم العقل الذي عليه التكليف وهذا العقل الذي عليه التكليف يكون عند المؤمن وعند الكافر فتقول هذا الكافر عاقل يعني ليس بمجنون وتقول للمسلم هذا عاقل يعني ليس بمجنون فهذا العقل الذي عليه التكليف وأما العقل الثاني فهو عقل الرشد والتبصر فهذا لا يرزقه إلا وهم الذي يثني الله عز وجل عليهم أفلا تعقلون ذكرى لأولي الألباب يعني ما تعقلون عقل فيه رشد يدلكم على الصواب ما تتذكرون فهذا المراد بذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحمث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب أواب يعني رجاع إلى الله تبارك وتعالى انظروا كيف مع هذا الابتلال صبر ثم رجع إلى الله عز وجل وأناب إليه وأخلص الدعاء لله عز وجل وانظروا أيضا في هذا الدعاء هل توسل بأحد من الأنبياء على كثرتهم وفضلهم في دعائه هل قال بجاه إبراهيم هل قال بجاه نوح هل قال بجاه جبريل هل قال بجاه الملائكة وانظروا إلى دعاء الأنبياء جميعا في القرآن كل الأنبياء هل أحد منهم توسل بجاه أحدا من الأنبياء الآخرين ما فيه البتة ما فيها البتة كلهم يخلصون لله الدعاء وانظروا إلى كثير من المنحرفين الآن اللهم أننا نسألك بجاه رسولك صلى الله عليه وسلم أو بجاه السيد الفلاني أو بجاه الولد الولي الفلاني أو نحو ذلك فأين أنتم من دعاء الأنبياء وإخلاص الدعاء لله سبحانه وتعالى شيء لا يفعله الأنبياء تأتون به لماذا من أين أتيتم به يقول إن الله إن الرسول صلى الله عليه وسلم له عند الله جاه عظيم ومكانة عظيمة والأنبياء السابقون ما لهم جاه ومكانة والأنبياء الذين دعوا ما يعرفون هذا والصحابة ما يعرفون هذا فأنت الدعاء تسير على الدعاء المشروع ولو كان له جاه ما أمرك الله أن تسأل بجاهه لم يأمرك الله عز وجل أن تسأل بجاهه وإنما أمرك أن تخلص الدعاء لله تبارك وتعالى ثم بعد أن أمره بأن يذكر قصة أيوب قال واذكر عبادنا انظر انظر وهذا يدل على أنه ينبغي أن نتأمل كثيرا في قصص الأنبياء المذكورة في القرآن نتأمل ففيها من الفقه والحكمة الشيء العظيم واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار أولي الأيدي والأبصار وقد مرت معنا قصص كثير من الأنبياء فإسحاق هو ابن إبراهيم ويعقوب حفيده لأنه ابن إسحاق فأمره الله أن يذكر قصص هؤلاء وهؤلاء مرت عليهم السراء والضراء مرت عليهم السراء والضراء فانظروا إلى إبراهيم إمام الحنفاء ماذا مر عليه من أعظم ما مر عليه أنهم ربوا به في النار وهو حي ما ضربوا عنقه لا رموه في النار وهو حي يريدون أن يخرج فحمها ولهذا لما لم تحرق في النار وخرج منها يمشي معافة يقول أبوه نعم الرب ربك يا إبراهيم يعني ربك نعم الرب أنقذك من هذا فتبصروا كيف يقول نعم الرب ربك ثم لا يؤمن به ويبقى يعبد الشمس وأنا لا إله إلا الله ما أعظم من حكم يعني الهداية إذا منعت عن شخص ما خلص مطبوع على قلب نعم الرب ربك يا إبراهيم يعني أنقذك من النار طيب ما دام أن رب بهذه المكانة لماذا تعبد شمس أو قمر وكان يعبدون النجوم وهي ما أنقذت كما أنقذت إبراهيم فهذا أعظم ابتلاء على إبراهيم عليه السلام من أعظم الابتلاءات عليه ثم من أعظم الابتلاءات عليه الأخر ما أراد أن يعتدي الفاجر الكافر على زوجته ويدنس عرضه ولكن الله أكرمه ومنع الفاجر الكافر وهب له هاجر التي جاءت بنبي كريم وهو إسماعيل عليه السلام فهذه ثم إنه أيضا لم يرزق بأولاد إلا على كبر من السن يعني مر عليه سنون كثيرة ولم يرزق بأولاد فأنت لابد أن تتفكر في حال الأنبياء وما تمر عليك حالة إلا وهي مرت على غيرك إن جاءك بلاء تذكرت حال هؤلاء وإن جاءك نعمة من الله فلا تقول هذا لي ولا من عندي لا فهي قد مرت على غيرك وعليك أن تكون عبدا لله في حال السراء وفي حال الضراء وأما يعقوب فأنتم تعرفون قصته حتى وصل إلى أنه ذهب بصره من البكاء على يوسف وكان يوسف ليس ببعيد رمية حجر كما يقال يعني أولاد أولاد يعقوب كانوا يشترون البضائع من المكان الذي في يوسف لكن ننظر إلى حكمة الله عز وجل كيف أن هذا يذهب بصره من الحزن ولا يستدل على مكان ولده وكيف أن الولد يبقى سبع سنين في السجن ولا يستدل على مكان أبيه في القصة المشهورة تعرفونها في سورة يوسف أليس هذا فيه من البلاء العظيم لنبي كريم وكيف يتآمر إخوانه عليه ويسببون الإزعاج لهذا الشيخ الكبير ويسببون له الهم والغم وفقد البصر وهو لا يجد مجالا لأن لا يعيش معه شيخ كبير ضرير محتاج إلى خدمتهم على ما فيهم مما فعلوا فهذه كلها عبر ولهذا أمره الله عز وجل أن يتذكر واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب فأثنى عليهم بمسألتين أولي الأيدي والأبصار وليس المراد بالأيدي في هذه الآية اليدين لأن اليدين لا يثل على شخص له يدين لأن الكفار لهم يدين ولا المسلمون لهم يدين وإنما المراد القوة أولي الأيدي يعني القوة في طاعة الله عز وجل وهذه الأيد ليس مثل اليدين لأن بعض المبتدعة يقولون معنى ذلك أن اليد تاتي بمعنى القوة فإذا كانت اليد تاتي بمعنى القوة فإن الله خلق آدم بقوته ويستدلون بهذه الآية وهذا استدلال باطل لأن الله خلق آدم بيديه فثناها نرجع إلى هذا شكرا نرجع إلى اللقاء شكرا